تعد شركة النصر للكيمويات الوسيطة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واحدة من أكبر الصروح الرائدة والمتخصصة في الصناعات الكيموية وصناعة الأسمدة والغازات الصناعية والطبية أتابعة في مصر والمنطقات تشكله شركة النصر للكيمويات الوسيطة قلعة صناعية كبرى ضمن مشروعات قومية عملاقة لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الأستراتيجية والحيوية ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض مصر شركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع التي تعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط شركة النصر للكيمويات الوسيطة أحد الصروح الصناعية المصرية والتي تتمتع بقوة المنتج الوطني بالإضافة للتطور المستمر على كافة قطاعتها ومصانعها مع التزامها بالمعايير العالمية والبيئية تتكون شركة النصر للكيمويات الوسيطة من مجمع الصناعات الكيموية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة والذي يعد أكبر وأقدم صرح صناعي بالقوات المسلحة حيث أنشئ في عام 1972 ويقع على مساحة تقارب 250 فداناً شركة النصر للكيمويات تضم مصانع عدة لإنتاج الغازات الطبية والصناعية والمخصبات الزراعية السائلة والصلبة إضافة إلى المطهرات والمعاقمات وخزانات ومواسير الفايبر جلاس كما تضم الشركة مصانع تنتج المبيدات الحشرية والكلور والصودة الكوية وإنتاج أكسيد الهايدروجين والذي يدخل في صناعة المنسوجات والورق والعديد من الصناعات الدوائية والغذائية والبترولية وأيضاً إنتاج حامض الكابريتيك المركز إضافة إلى مصانع الأسمد الفوسفاتية والمركبة وبناء على توجيهات القيادة السياسية لدعم الجهود الطبية في الوقاية أثناء جائحة كورونا تم إنشاء مصنع إنتاج المطهرات والمعاقمات بأشكالها المختلفة سواء للأفراد أو الأسطح وإمداد الجهات المختلفة بالدولة بالمطهرات والمعاقمات ولتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرية افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة وذلك لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمعايير وجودة عالمية ويتكون المجمع من تسعة مصانع ومرافق صناعية بإنشاء مصانع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة إضافة إلى مصانع الأسميدة الموجودة بمجمع إنتاج الكيمويات بالفيوم يبلغ الإنتاج الإجمالي للشركة من الأسميدة نحو مليون طن سنويا لخدمة قطاع الزراعة بمصر وأيضا لتصدير الفائض إلى نحو 55 دولة في ظل الظروف المحيطة التي تعصف بالعالم أجمع من حروب وأزمات اقتصادية طالت الجميع لم يعد للأوطان من بودن في الاعتماد على أنفسها من خلال تطوير قدرتها الصناعية والزراعية والتجارية على حد سواء